وإلى لندن حيث دعا عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد ويسان طلبت وطالبات المملكة المتحدة إلى الاجتهاد في التحصيل العلمي والتزود بالمعرفة من أجل المساهمة في خطة التنمية وتنفيذ رؤية الكويت 2035 جاء ذلك خلال كلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الخامس والخمسين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وأيرلندا نتابع المزيد في هذا التقرير المؤتمر الخامس والخمسون للاتحاد الوطني لطلبة دولة الكويت فرع المملكة المتحدة وأيرلندا افتتح أعماله تحت عنوان القصر الأحمر بحضور عدد كبير من الطلاب والضيوف من دولة الكويت يتقدمهم سفير دولة الكويت في لندن خالد الدويسان الذي حص الطلاب على البعض عن الخلافات والتركيز على الوحدة الوطنية مشددا على أن السمو الأمير دائما يؤكد على ضرورة الانتباه للأوضاع الإقليمية والأخطار الخارجية فأحنا ككويتين يجب أن نحافظ على هذه البلد العزيزة والحبيبة إلى قلوبنا التي قدمت لنا الكثير ونتمنى لها الاستقرار والسيادة والهدوء في جو مضطرب وكما قال صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله إن شاء الله نكون تحت رعايته في عمر طويل الهدف من المؤتمر هو خلق بيئة وطنية مع الطلب المغتربين في لندن الطلب المغتربين في لندن يحتاجون إلى الأجواء الوطنية وخلال المؤتمر ألقى بعض الرعاة كلماتهم وشددت الرئيسة التنفيذية لشركة زين إيمان الرودان في كلمة لها على أن الشركة ستتكفل بعاد الترميم وتجديد مقر اتحاض الطلبة لما له من تاريخ ومكان في قلوب جميع الكويتيين إذ أنه المكان الذي انطلقت منه حملة فريكويت إيفان العدوان الصدامي قمع عقدت بعض الندوات الطرفية وتكريم الرعاة والمتميزين من الطلاب طبعا المؤتمر أول شيء تجمع طلابي وهذا دائما نشجعه في المكتب الثقافي نكون دائما نتواجه معهم عشان نكون نقرمي من الطلبة تجمع هذا أيضا لشعار جدا جميل اللي هو القصر الأحمر مثل ما قال سعادة السفير أن هذا يعتبر لبنة تاريخية في تاريخ الكويت ولذلك نحن حارسين جدا أيضا أن الطلبة يكونون عايشين معي تاريخ الكويت ولما لطلبت دولة الكويت مما كان في العالم العربي حرصت دولة قطر على عرض ملاعب كأس العالم بالمؤتمر للتأكيد على أن البطولة للشباب العربي ومن بينهم شباب دولة الكويت وليست قطر وحدها الحضور الكبير في المؤتمر السنوي لاتحاد طلاب دولة الكويت فرع المملكة المتحدة وإيرلندا يؤكد على اهتمام دولة الكويت بالتعليم ومستقبل الشباب جمال شاهين تلفزيون دولة الكويت لندن